بعد مشاورات بين الحكومة البريطانية وعدد من المنظمات الخاصة والعامة أطلقت وزارة الداخلية حملة وطنية تهدف إلى التصدي لجرائم الكراهية والحد منها وتوعية الناس بأخطارها وتداعياتها على بنية المجتمع البريطاني وتنوعاته الثقافية والعرقية ارتكاب جريمة الكراهية يتعارض مع جميع القيم المشتركة التي نحتفظ بها والتي من الممكن أن يكون لها تأثير مؤلم ومباشر على الضحايا هذا جزء واحد فقط من العمل المستمر للحكومة للتعامل مع جرائم الكراهية لضمان القضاء على هذا السلوك المرضي الحملة قامت بنشر ملصقات في الشوارع وفيديوهات على الإنترنت توضح أشكال هجمات الكراهية معتبرة أن أي تعد لفظي أو جسدي أو مكتوب يطال الأشخاص على أساس الدين أو العرق أو الحرية الجنسية أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعد جريمة جنائية أنا أدعم هذه الحملة وأؤمن أنه لن يكون هناك المزيد من جرائم الكراهية في البلاد الحملة ستمنع الجرائم التي رأيناها سابقا من أن تحدث مرة أخرى وفقا للإحصائيات فإن الجرائم التي ارتكبت في إنجلترا وويلز خلال عام 2018 بلغت أربعا وتسعين ألف وثمان وتسعين جريمة بزيادة تقدر بسبعة عشر في المئة مقارنة بالسنة الماضية كما طالبت الحكومة اللجنة القانونية بمراجعة تشريعات جرائم الكراهية لفرض مزيد من العقوبات على مرتكبيها حملة التوعية ضد جرائم الكراهية تعكس أن الإنسانية والقانون هما المحركان الأساسيان للتشريعات في بريطانيا فمخالفتهم تعتبر جريمة تستحق العقاب لتعديها على الحريات المدنية المطلقة والمكفولة للجميع هنا عمر بشير قناة الغد لندن شكرا